قوة المغناطيس سأتعلم في هذا الدرس أن المغناطيس له قطبان وأن قوة المغناطيس تتركز عند قطبيه كما سنتعلم أن الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر والأقطاب المغناطيسية المختلفة تتجاذب أستكشف أين تتركز قوة جذب المغناطيس أشياء أحتاج إليها مغناطيس المستقيم مشابك الورق أنا أعمل ألاحظ أضع مجموعة من مشابك الورق على المنضد أغمس المغناطيس المستقيم بأكمله في مجموعة مشابك الورق ماذا ألاحظ ماذا يحدث لو أمسكت المغناطيس من منتصفه ورفعته إلى الأعلى أين يتجمع أكثر عدد من مشابك الورق على المغناطيس ولماذا؟ في هذه التجربة بعد غمس المغناطيس المستقيم بأكمله في مجموعة مشابك الورق ورفعه من المنتصف إلى الأعلى نلاحظ أن مشابك الورق تجمعت عند قطبي المغناطيس أي عند طرفيه نستنتج من هذه التجربة أن قوة جذب المغناطيس تتركز عند قطبيه أي عند طرفيه ما أقطاب المغناطيس؟ هل شاهدت مغناطيسا في المدرسة ودققت النظر في لونه والأحرف التي كتبت عليه؟ لكل مغناطيس قطبان مغناطيسيان يوجدان على طرفي المغناطيس قطب شمالي يقع على طرف الجزء الملون باللون الأحمر ويرمز له بالحرف أن وقطب جنوبي يقع على الطرف الآخر الملون باللون الأزرق ويرمز له بالرمز أس وتتركز قوة المغناطيس عند قطبيه كما تشاهد هنا في الصورة هنا القطب الشمالي للمغناطيس وهنا القطب الجنوبي تتركز قوة المغناطيس عند قطبيه كما تشاهد في الصورة كيف يؤثر مغناطيس في مغناطيس آخر عند تقريب مغناطيس من مغناطيس آخر حر معلق من وسطه بخيط يقترب القطب الشمالي للمغناطيس من القطب الجنوبي للمغناطيس الآخر وهذا يسمى التجاذب كما تشاهد في الصورة هنا الأقطاب المختلفة للمغناطيس تتجاذب ينجذب القطب الشمالي للمغناطيس إلى القطب الجنوبي للمغناطيس الآخر أما عند تقريب القطب الشمالي للمغناطيس من القطب الشمالي للمغناطيس الآخر فإنهما يبتعدان وهذا يسمى التنافر التنافر يعني ابتعاد أقطاب المغناطيس المتشابهة بعضها عن بعضها الآخر في هذه الصورة الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر فالقطب الشمالي يبتعد عن القطب الشمالي للمغناطيس الآخر أي أنهما لا ينجذبان وهذه الخاصية تسمى التنافر إلى ماذا يشير السهمان في الصورة؟ يشير السهمان في هذه الصورة أن المغانط بهذه الصورة ينجذب بعضها إلى البعض الآخر لأن الأقطاب مختلفة يشاهد في هذا المغانطيس أن القطب الشمالي من هذا المغانطيس سينجذب إلى القطب الجنوبي من المغانطيس الآخر وهذه القوة تسمى التجاذب قراءة علمية البوصلة يستعمل البحارة البوصلة لمعرفة طريقهم في أثناء بحارهم في المحيطات والبحار وكذلك يستعملها الطيار لمعرفة الاتجاهات والبوصلة عبارة عن إبرة مغانطيسية لها قطبان أحدهما يشير إلى الشمال والآخر يشير إلى الجنوب وتكون بأشكال مختلفة كما تشاهدونها في هذه الصور ويستعمل حاليا في الطائرات والسفن والهواتف النقالة بوصلات إلكترونية تحدد الاتجاهات بدقة متناهية تجعل السفن تبحر والطائرات تطير بالاتجاه الصحيح ما تشاهدون هنا في الصورة بوصلة إلكترونية